السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحقيق طبعا جميعا متابعينا الكرام في هذا الخبر العاجل والعاجل جدا عندنا موضوع مهم فيما يخص مرتزقة البوليزاريو نعم يوم أمس كانت هناك عملية تبندير في المنطقة العازلة أصفرت عن هلاك على الأقل ثلاثة علاقات المرتزقة البوليزاريو من بينهما القيادي المسؤول عن ما يسمى بالاتصالات العسكرية في مرتزقة البوليزاريو وهدل هالك المقبول المدعو الحسين مختار المسؤول عن ما يسمى بالاتصالات العسكرية في مرتزقة البوليزاريو ومتابعينا كرام بما أنني كنتابع هذا الملف الهالكين والمقبولين بالصور ديالهم والأسماء ديالهم فهذا الشخص هذا بالذات خلف الهالك المقبول والأبريكا الذي قتل مع الده البندير في أبريل سنة 2021 والذي كان أيضا المسؤول عن ما يسمى بالاتصالات العسكرية في مرتزقة البوليزاريو ثم جبل الصهات المقبول الهالك الذي قتل يوم أمس مع عناصر آخرين لكن المهم في هذا الموضوع متابعينا الكرام ما يهمون هنا وهو التحدث عن الاستنزاف الذي حصل الآن في العنصر البشري لدى مرتزقة البوليزاريو متابعينا الكرام فالآن أصبحوا يستدعون المرتزقة اللي كانوا في أوروبا يستدعون عناصر المرتزقة اللي كانوا في إسبانيا اللي كانوا في فرنسا اللي كانوا فيه اللي كانوا في عرفهم يعني كي يحاولوا على أنهم يدروا بعض المظاهرات وبعض المناوشات هنا وهناك طبيعة الحالة عن طريق تلقي الأموال المباشرة من المخابرات الجزائرية هذا أحد الأشخاص متابعينا الكرام أحد العناصر الذي قدم من إسبانيا قبل خمسة عشر يوما خمسة عشر يوم فاش ذهب إلى مخيمة الدولو العار في تندوف قادمة من إسبانيا ثم قتل يوم أمس في المنطقة العازلة متابعينا الكرام هذا أكبر دليل على أن مرتزقة البوليزاريو بسبب الطائرات المسييرة المغربية أصبحوا يعانون من السنزاف خطيرة في العنصر البشري ما بقاوش عندهم عناصر كتار وبالتالي والله يستدعون تلك العناصر اللي كانوا في الخارج باش يشدوا هذه الثغرة ولكن عدد الخسائر كبير جدا وأصبحوا الآن باش نشوفوا هذه الصورة مهمة هي الأخرى متابعينا الكرام هي هذه اللي كتشوفوا الآن هذه الصورة بتوقيت قبل يومين قبل يومين نشأ لسها بطبيعة الحل الأبواق الإعلامية ديال المرتزقة وديال النظام الفقرولي الكرغولي وقال على أن بن بطوش يعني حاضرة مع رب تشنو أو أشرفها على تخرج دفعة جديدة من المرتزقة لكن لاحظوا معي هنا متابعينا الكرام لأن هذا والدليل هو البرهان على أن المرتزقة فعلا عندهم استنزاف خطير جدا في العنصر البشري شوفوا معي هنا عدد كبير جدا من المرتزقة الأفارقة من المرتزقة الأفارقة كيفما كنتشوفوا هنا متابعينا الكرام أخطر من ذلك صور الأطفال هنا كيفما كنتشوفوا متابعينا الكرام أطفال مجندون أيضا عدد كبير جدا من هؤلاء الأطفال ثم عدنا هنا الأفارقة في السابق متابعينا الكرام نعم كنا نشوفوا أفارقة مرتزقة أفارقة يعني جوج ثلاثة هنا واللي هيك فرقهم يعني على بعض الوحدة ديال المرتزقة لكن الآن حينما نرى هذه الصورة متابعينا الكرام فرقة كاملة من الأطفال ومن المرتزقة أشنو يعني هذا يعني على أن الغنصر البشري في مرتزقة البوليزاريو مستنزف لدرجة خطيرة طبيعة الحال عن طريق يعني تعامل دي الطائرات المسيرة معهم في المنطقة العازلة أي واحد كان يحاول يدخل إلى المنطقة العازلة كان يتبندر وبالتالي خصائر المرتزقة منذ الثالث عشر من نوفمبر الفين وعشرين إلى يومنا هذا هي بالمئات إن لم نقول يعني قد فاقت الألف القتيل ألف قتيل على الأقل لمرتزقة البوليزاريو منذ الثالث عشر من نوفمبر إلى يومنا هذا ونحن نعلم جيدا على أن عدد عناصر مرتزقة البوليزاريو في أفضل الأحوال لا يتجاوز الثلاث أو الفين وخمسمائة أو الفين عنصر وراكم يعني شفتوا هذه القضية في المؤتمر الأخير دي المرتزقة وبالتالي عدد العناصر الذين قتلوا منذ الثالث عشر من نوفمبر 2020 إلى يومنا هذا هو عدد كبير جدا الأمر الذي جعل بن بطوش يستعين مباشرة الآن الآن هذه الصور التي نرى مباشرة فرق الأطفال وعناصر المرتزقة أفارقة وأيضا المرتزقة التي كانت في الخارج كانوا يقودون المظاهرات في إسبانيا في فرنسا وما إلى ذلك أصبحوا يستدعون الآن ويتم أزج بهم في المنطقة العازلة إذن لدينا قياد متابعين الكرام وهذا كما سبق وتطرقنا المسؤول عن ما يسمى بالاتصالات العسكرية في مرتزقة البوليزاريو قتل يوم أمس والمسؤول الأول للاتصالات العسكرية القائد للاتصالات العسكرية قتل معدال منذير في أبريل 2021 وهذا هو الذي جاء في مكانه ثم قتل يوم أمس متابعين الكرام أراكم في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته